السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بإذن الله في مادة دراسات سكونية متقدمة تخصص الحاسب الآلي المستوى الرابع فصل دراسي تالي معكم دكتور خلال غندور الخاص بالإحصاء السكاني وبعض المفاهيم المرتبطة به أول حاجة لو حبينا نتكلم عن الإحصاء السكاني هو تعريفه ببساطة هو دراسة إحصائية للسكان من حيث الحجم يعني حجم السكان وتوزيع أعمارهم وانتشارهم الجغرافي والخصائص الخصائص السكان يعني مثلا نسبة الزكور نسبة الإناس حالة العمل الحالة الاجتماعية تقسيمات السكان تبقى للخصائص الديمغرافية من التعريف سيتضح نقطة النقطة الأولى حجم السكان معناها عدد سكان موجودين داخل حدود الدولة في تاريخ معين أو في لحظة معين توزيع السكان يقصد به انتشار السكان في مساحة أو منطقة غرافية خصائص السكان هي عبارة عن توزيع السكان حسب النوع حسب الفئة العمرية حسب الحالة التعليمية حسب الحالة الاجتماعية حسب الوظيفة وخصائص كثير ممكن نقسم السكان طبقا لذلك الداخل مثلا وما إلى ذلك حتى ممكن طبقا للحالة الصحية بالنسبة للبيانات السكانية المصدر الحصول عليها يعني نجيب البيانات السكانية منين؟ المصدر الأولى التعداد السكاني التعداد السكانية مثل أمثلة لمصر التعداد السكاني في سنة ستة وتسعين ألفين وستة وكان المفروض يبقى في 2016 فتأخرنا شوية عملنا في 2017 فهو التعداد السكاني غالبا بيجرى كل 10 سنوات ده نعرف منه عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم في وقت محدد اللي هو وقت التعداد المصدر الثاني اللي نعتمد عليه في البيانات السكانية عشان نجيب بيانات سكانية هي الإحصاءات الحيوية ده غالبا اللي بتعدل تعداد السكان بالزيادة والنقص والخصائص بتاعتهم في الفطرة اللي هي ما بين التعدادين وهي عبارة عن البيانات اللي بناخدها من السجلات الخاصة من أول ما الإنسان يتولد لغاية ما يتوفاه الله بدءا بالموليد الزواج الطلاق الصفر الهجرة الوفيات وده طبعا بتبقى بيانات كلها وصائق رسمية ففيها تسجيل بصفة إلزامية طيب ايه أهمية دراسة السكان أو دراسات السكانية الأهمية الأهمية طبعا بتاعتها كبيرة جدا الأهمية الكبيرة جدا ليه معرفة عدد السكان وخصائصهم أول حاجة التخطيط على المستوى القومي الدولة تقدر عن طريق التفاصيلات اللي بتعرف تقدر تتوصلها من الدراسات السكانية تقدر تخطط على المستوى القومي في مجال التعليم والصحة وتوظيف القضاء على البطالة وما إلى ذلك وبقيت النقاط طبعا واضحة بعد كده ندخل في تعريف التعداد السكاني اللي هو أول مصدر من مصادر البيانات السكانية ده عبارة عن عملية حصر جميع أفراد المجتمع خلال فطرة معينة اللي هي قلنا فطرة التعداد في مكان محدد وتجمع البيانات الإحصائية عن كل فرض من أفراد المجتمع ده بهدف معرفة الصفات الأساسية المراد دراسيتها قلنا الصفات دي ايه مستوى الداخل النوع الوظيفة التوزيع الجغرافي وما إلى ذلك طبعا في عدة مبادئ يجب مراعتها في التعداد السكانية منها مبدأ التعاقب أو الدورية إنه يشمل جميع الأفراد والمفردات ويغطي البيانات اللي احنا محتاجينها كلها ده مبدأ الشمول طبعا بعد كده في مبدأ مهم جدا اللي هو مبدأ السرية إن البيانات اللي بيجمعها جمع البيانات دي لازم يؤكد على إنها محمية قوة القانون فما يقدرش اديها لحد تاني وإنها بتعامل بصفة شخصية إنها بتعامل بصفة إجمالية في الجهاز المركز سباق العام والإحصل اللي هو المنوب بي جمع هذه البيانات طيب في عدة مراحل في إجراء التعداد هنقولها باختصار اللي هي مرحلة الإعداد للتعداد نعمل قائمة استقصاء ونجمع خرايط ونرقم المساكن ونضرب الناس اللي هيجمعوا البيانات المرحلة الميدانية اللي هي مرحلة الجمع الفئلة للبيانات بعد كده البيانات اللي احنا خدناها دي هنبتدي نجاهزها علشان نقدر نفراج على الحاسب الآلي ونطلع منها النتاج اللي احنا عايزنا دي المرحلة التجهيزية آخر حاجة البيانات اللي طلعت دي هنبتدي نحللها ونباوبها ونعرضها في صورة التقارير وبيانات إحصائية بغرض طبعا مساعدة متخذ القرار ده كان الموضوع الأول الموضوع الثاني المصدر التاني لبيانات السكانية للاحصائيات الحيوية قلنا دي قبل كده في بداية كلامي انها عبارة عن البيانات والمعلومات اللي بتتعلق بالأفراد من لحظة الولادة لغاية الوفاة وبيتخلالها طبعا حالات زواق طلاق انجاب هجرة تعليم وما إلا ذلك طيب وبالتالي يبقى مصادر الحصول على البيانات الاحصائيات الحيوية هايه سجلات الموليد السجيل الموليد لما المولود بيتولد والده بيروح او اللي بيروح يبلغ عن الميلاد بيسجل فيه تاريخ الميلاد اسمه نوع المولود بيانات الأب والأم ومنها الجنسية الديانة المهنة مكان الإقامة وغيره سجليات الزواج والطلاق وسجليات الوفيات برضو بيبقى فيها البيانات الخاصة بالمتوفه زي الاسم والنوع والديانة والمهنة والعمر وتاريخ ومحل الوفاة وسبب الوفاة سجليات الهجرة برضو دي من ضمن السجلات اللي احنا بنقود منها بيانات الإحصاءات الحيوية برضو زي ما التعداد مهم الإحصاءات الحيوية مهم مفيدة في إيه بقى الإحصاءات الحيوية أو البيانات المنخدها منها طبعا ده التحليل الديموجرافي الموليد بيمفيد في رسم سياسة الرعاية الصحية وبرامج تنظيم الأسرة وتخطيط سياسات الصحة والتعليم يعني أنا مثلا لما يكون عرفت أن أنا عندي فرضا مليون طفل يتولدوا النهاردة يبقى المفروض دول بعد خمس ست سنين المفروض أوفر لهم إيه؟ مدارس تستوعب العدد اللي جاي ده دي حاجة التانية أن دول هيحتاجوا تطاعمات عشان الأطفال الحسبة وما إلى ذلك يبقى الكلام ده أنا أشي باخد البيانات كده وخلاص لا هستفيد بها في عملية التخطيط برضو لو أنا خدت التحليل الديموجرافي للزواج والطلاق أعرف أجيب مؤشرات الأحوال المجتمع بمعنى أشوف كم حال الطلاق أسباب الطلاق ده ليه؟ طبعا وما يدبعهم من تفاك أسري وليه أثار اجتماعية كثيرة برضو من ضمن الإحصاءات الحيوية لتحليل الديموجرافي للوفيات ده طبعا برضو بيفيد في تقييم سياسة للرعاية الصحية والعلاجي مش بس لكبار السن ولكن لكافة الأعمار وبعدين برضو أسباب التعرف على الوفاة بتفيدني برضو في التخطيط ولحد من الأسباب اللي هي قد تكون غير طبعية زي حوادث الطرق مثلا الأمراض الوبائية وما إلى ذلك يبقى الإحصاءات الحيوية مهمة جدا تخطيط ورسم السياسات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية وما ايه يدبعها من سياسات برضو الهجرة أعرف ايه أسباب الهجرة و ايه لو ناس بتجيلي يبقى أنا عنصر الجذب يقول لي ليه؟ لو الناس بتهاجر من عندي يبقى أنا عنصر طرد يهاجروا ليه؟ هذا أهمية الإحصاءات الحيوية طبعا سواء في عملية التعداد او الإحصاءات الحيوية جمع البيانات بواجه به عدة أخطاء أهمها التعمد في عدم تسجيل بيانات معينة قد يكون نتيجة إهمال قد يكون خوف يعني مثلا أحد خايف من الضرائب خايف من الحسد فممكن لا يديش أرقام عن دخله كويس ممكن جمع البيانات نفسه يخطئ في تسجيل كتب مثلا رقم فرضا معين وليكن مثلا 21 سجله 12 2000 نص صفر تبقى متين وهكذا طبعا خطأ ده ممكن نحاول أن نقلل منه قدر الإمكان عن طريق أن أدرب جميع البيانات تدريب جيد طبعا ننقل بعد كده في استمرارة الإخصاصات التي أصممها لكي أجمع البيانات قد يكون فيها بعض الأخطاء تتسبب في أن يكون هناك أخطاء في البيانات الوردة سبب الرابع يمكن أن نقضي عليه عن طريق التدريب وهو نقص خبرة بعض البيانات طبعا في بعض المؤشرات المتعلقة بالإحصاءات الحيوية منها أول حاجة الخصوبة الخصوبة هي تعريفها كده قدرة المرأة على إنجاب موليد أحياء يعني الشرط إنها تنجب وأن يكون المولود حي يعني حالة إنها الإجهاض وكلام ده مش داخل معانا يعني لا يحسب من ضمن الخصوبة طيب خصائص الخصوبة لها ثلاث حاجات القدرة على الإنجاب أو القدرة على إنجاب موليد أحياء لأننا قلنا إنجاب موليد يبقى إنها قادرة على الإنجاب وأنهم يكونوا أحياء وقدرة يعني فيها احتمال يا تولد أو ما تولدش لأن بعض الناس ممكن تأجل موضوع الحمل لأسباب معينة عندها عن طريق وسائل التنظيم طيب إيه اللي بيأثر في الخصوبة عند المرأة؟ حاجات كثيرة قوي أولها عمر المرأة عند الزواج طبعا كلما السن يكون أصغر يبقى الخصوبة أو إحتمال القدرة على إنجاب موليد أحياء كبير وهذه القدرة تقل بزيادة سن أو عمر المرأة رقم 2 الحالة الصحية طبعا الإنسان الصحيح يكون عنده قدرة أو حالته الصحية صحيحة أكثر قدرة من المرأة المريضة على إنجاب أطفال أحياء الأسباب المجتمعية والدينية بعض المعتقدات الدينية يتحرم مثلا تنظيم الأسرة أو يظن أن تنظيم الأسرة حرام فهذا أيضا سبب من الأسباب أن ممكن حد يؤجل أو ما يؤجلش عملية الولادة المستوى المعيشة الأسرة قد يظن البعض مثلا أن كل ما الدخل يقل الإنجاب يقل والعكس كل ما الدخل يزيد الإنجاب يزيد لا هو ممكن يبقى عكس ما نظم أنه في المستويات الدنيا نسبة الإنجاب أعلى أو عدد الأطفال في الأسرة أعلى من المستويات الآخرى وفيه طبعا عامل أخرى منها الوعي الثقافي منها العامل النفسية منها الرغبة في إنجاب الزكور عند معتقد طبعا وبذات في الريف هذه أهم العوامل المؤثرة هناك أهمية للمقاييس الدموغرافية للقصوبة يعني ليه نجيب المقاييس الدموغرافية الخاصة بالقصوبة أوجل حاجة طبعا معرفة توقعات النمو السكاني وهذا ستفيدني في تخطيط السياسة العلاجية وسياسات التعليم والقوى العاملة وبرمج تنظيم الأسرة رقم اثنين تحديد الحجم الأمثل للأسرة نحن أخذنا احتمالات احصاءات الخصوبة كأنها خاصة بالمواليد هناك احصاءات خاصة بالوافيات وهذه من المؤشرات المهمة جدا أهميتها أنها تفيدني في تقدير أو تعديل تقدير عدد السكان لأن المفروض في التعداد عندي عدد معاينة واللي يكون مثلا خمسين مليون حصل أثناء السنة تولد اثنين مليون يبقى عندي اثنين وخمسين توفى مثلا نص مليون يبقى اللي بقى عندي مليون واحد وخمسين ونص مليون تمام؟ طيب احصاءات الوافيات ومعرفة أسباب الوافيات وسن الوفاة سيفيدني في تخطيط البرامج الصحية وتحليل أسباب الوافيات الغير طبيعية بالسياد وأحاول أحد من هذه الأسباب